لا شك يا أصدقائي أنكم وجهتم مثل هذه المشكلة التي شادتم في بداية المقطع وهي أنكم تقومون بفقدان ملفاتكم يعني صور فيديوهات وغيرها من الملفات المهمة جدا لديكم وبالتالي تودون أن تقوموا باسترجاعها فبكل بساطة كأي شخص عادي يريد استرجاع صوره والمحذوفات الخاصة به يتوجه إلى جوجل لكي يقوم بالبحث عن أفضل برنامج لكي يقوم باستعادة صوره وببحثك هذا فسوف تجد مجموعة كبيرة جدا من المواقع التي تقدم لك بعض البرامج لاسترجاع المحذوفات لكنك تجربها وبطبيعة الحال فلن تشتغل معك بالشكل الذي أنت كنت تتوقع لهذا اليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على أفضل برنامج لكي تقوموا باسترجاع المحذوفات كصور وفيديوهات وغيرها من حاسوبكم وهو Wondershare Recovery البرنامج يا أصدقائي سبق وقدمت عليه بعض الفيديوهات لكن تأتيني الكثير من الرسائل حول هذا الموضوع بالذات وهو استرجاع الصور لذلك أشرحه لكم من جديد البرنامج أصدقائي سوف يمكنك من استرجاع الصور الفيديوهات والدوكيمنت والإيميل وأي شيء آخر بحيث يمكنك استرجاع ملفات وصور وكل هذه الأشياء من الهارد درايف الخاص بك يعني الحاسوب الخاص بك أو الاسدي كارد أو اليو اس بي أو أي شيء أنت فقدت منه ملفاتك كما أنك تستطيع أن تقوم باسترجاعها على الرغم من فرمتة الجهاز الخاص بك ومن أهم مميزاته الذي أنا أحببتها بصراحة وهي فريق الدعم الذي يقدم لك الخدمة مجانية بحيث أنك إذا كان لديك أي استفسار أو لديك أي مشكلة وجهتك يمكنك التحدث معهم وهم سوف يعني يجبونك كما أنني أصدقائي سوف أترك لكم رابط الموقع أسفل هذا الفيديو لكي تقوموا بالدخول واكتشاف هذا الموقع بأنفسكم وقراءة المزيد لكي تعرفوا معلومات أكثر كما أن هناك بعض التعليقات لخبراء قاموا بتجربة هذا البرنامج ويدلون بتعليقاتهم وتجربتهم بحيث أن البرنامج به تقييم جد جد رائع وسوف يعني يقضي الغرض الذي أنتم تبحثون عنه كما أن هذا البرنامج يدعم أجهزة الويندوز وأجهزة الماك وبالتالي يمكنك تحميله على جهازك فقط بالضغط على الداولود أنا سابقا وقمت بتحميله على جهازي وبالتالي سوف أدخل الآن وأريكم طريقة استخدامه الآن كل ما عليكم يا أصدقائي هو الضغط على Customize Install بعد ذلك سوف تقوم باختيار اللغة التي تريد مثلا على سبيل المثال اللغة الإنجليزية بعد ذلك كل ما عليكم هو أن تقوم بالضغط على Install سوف تنتظر الآن يعني بعض الوقت سريتما يتم يعني تثبيته الآن تقوم بالضغط على Start Now وسوف يشتغل معك البرنامج الآن كل ما عليك هو أن تقوم باختيار المكان الذي تود استرجاع المحذوفات منه يعني اختيار الهارددرايف الرئيسي الذي فقدت منه ملفاتك كما يمكنك اختيار مثلا سطح المكتب أو اختيار سلة المهملات إذا كنت فقدت ملفاتك من سلة المهملات أو يمكنك اختيار SD Card في حالة إذا كانت لديك SD Card وفقدت منها ملفاتك الآن كل ما عليك هو أن تقوم بالضغط على Start لكي يبدأ عملية Scan داخل الحاسوب الخاص بك ويبحث لك عن كل الملفات المحذوفة من صور وفيديوهات وأوديو وملفات وكل شيء أنت قمت بفقدانه صراحة برنامج رائع جدا وأنصحكم أن تقوموا بتحميله على حاسوبكم وتجربته وسوف تندهشون إن شاء الله كما تشاهدون ما يا أصدقائي مثلا استرجع لي مجموعة من الصور هنا كما تلاحظون سوف يظهر لكم الـ Preview الخاص بالصورة على اليمين لكي تشاهدوا الصورة بالضبط ولكي تقومون باسترجاعها تسترجعونها بالـ Quality يعني HD كما كانت من قبل كل ما عليك هو الضغط على Recover وبعد ذلك سوف يقوم باسترجاع لك الصورة كما كانت كان هذا كل شيء يا أصدقائي أتمنى أن هذا البرنامج قد نال إعجابكم قموا بعمل لايك واشتركوا بالقناة لأن هناك فيديوهات جد جد رائعة وحصرية قادمة إليكم هذا الأسبوع بشكل يومي إن شاء الله